اكدت سعادة الاستاذ هالا الانصاري الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة رئيسة وفد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة اكدت على التزام الدولة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز مكانة المرأة وصون حقوقها وبما ينسجم مع اولوياتها وخصوصيتها الوطنية التي تتفاعل ايجابا مع مختلف قضاياها جاء ذلك في كلمة للأستاذ الانصاري خلال الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين لاتفاقية السيدو بمشاركة وفد المملكة المشكل بقرار من صاحبة السمو الماركي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة خلال اجتماع اقيم بمقر المجلس الاعلى للمرأة جرت مناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عبر تقنية الاتصار المرئي مع لجنة السيداو التابعة للأمم المتحدة برئاسة السيدة داليا لنارت وعدد من اعضاء اللجنة من الخبراء وذلك في مقرها بالعاصمة السويسرية جنيف وخلال الاجتماع اطلعت رئيسة وفد مملكة البحرين اعضاء اللجنة الاممية على المستجدات الخاصة بالتقدم المحرس في متابعة تنفيذ اتفاقية السيداو وبناء العلاء ما تحققه الخطط والبرامج المخصصة لرفع واستدامة مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية وقد ركزت السيدة هالا الانصاري الامن العام للمجلس الاعلى للمرأة في كلمة مملكة البحرين على توضيح ابرز ما انجز في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي تتابع حسن السير السياسة العامة للدولة لضمان ادماج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج الوطنية على صعيد ذي صلة اشارت الانصاري الى بعض الامثلة المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل ومن بينها تعديل قانون التأمين الاجتماعي كما تحدثت الانصاري في كلمتها عن بعض الامثلة المتعلقة بالتشريعات والقوانين من بينها صدور قانون الاسرة وتخصيص مبنى للمحاكم الاسرية ويسعدنا كما اشار وذكر سعادة السفير ان يتزامن اجتماعنا بكم مع مناسبة وطنية نعتز بها اذ يصادف اليوم ذكرى الاجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني الذي تم من خلاله تثبيت حقوق المرأة البحرينية بنصوصة جستورية واضحة وصريحة على قدم المساواة مع الرجل وخصوصا حقوقها السياسية كمرشحة وناخبة وتشكل هذه المحطة الانطلاقة الاولى لأعمال المجلس الاعلى للمرأة الذي يحظى بالدعم الملكي الكريم في كافة مساعيه الوطنية تحت قيادة واشراف صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة وبمساندة خبرات وطنية من مختلف قطاعات المجتمع هذا وقد اكد اعضاء وفد مملكة البحرين الرسمي وهم مثلين عن المجتمع المدني والافراد من ذو الخبرة والاختصاص خلال مناقشة التقرير على التزام مملكة البحرين وحرصها على متابعة وتنفيذ واستعراض الجهود الوطنية لتطبيق الاتفاقية وبنودها البحرين فعلا ومن خلال للمسنا من ردود بعض الخبراء الذين طبعا بادروا في توجيه الأسئلة أنهم تطرقوا إلى الثناء والشكر فيما يتعلق في التقدم المحرز الذي أحرزته مملكة البحرين ومؤشراتها في الإشادة أو تثمين تلك الجهود كان ارتكانا للتشريعات التي اتخذت أو القرارات التي أصدرت أو مستوى الإحصائيات ورفعتها في مناحي معينة أو انخفاض الفجوة في مناحي معينة وكان في أسئلة فيما يتعلق بالاتفاقية أن التشريعات خاطبت فعلا أحكام الاتفاقية وانعكاس أحكام الاتفاقية فعلا موجودة فيما يتعلق بالتشريعات أيضا فيما يتعلق بتقدم المملكة بالنسبة لموضوع القضاء على العنف ضد العنف الأسري أو ضد المرأة أو بالنسبة لحقوق الطفل أيضا فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص اليوم وزارة التربية والتعليم لا توجد في مناهجها ما يؤكد هذا المفهوم أن المرأة تقليدية فالمرأة بدأت بصور عدة في جميع المجالات سواء كانت الألمية السياسية الثقافية وفي مختلف مناحي الحياة حتى في المحيط الأسري وبالتالي فإن وزارة التربية والتعليم تعمق دور المرأة وأيضا مشاركتها على جميع الأسئلة فجميع المسارات التخصصية مطروحة ذكورا وإناثا من جانبهم نوه رئيسة وأعضاء لجنة السيداو الأممية بالتقدم الكبير الذي تحققه مملكة البحرين على صعيد دعم تقدم المرأة البحرينية مشيرين إلى أن مملكة البحرين ومن خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة أثبتت كفاءة عالية في التفاعل مع لجنة السيداو وتقديم ردود واضحة على استفسارات اللجنة ورفع التقارير المطلوبة في الأوقات المحددة ترجمة نانسي قنقر